استعرض المجلس الروسي لشؤون الدولية في تحليل له السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الأوضاع في سوريا حيث تنبأ بتوافق تركياً أمريكياً روسياً إيراني على تنحية بشار الأسد ووقف إطلاق النار مقابل تشكيل حكومة انتقالية تشمل المعارضة والنظام وقوى سوريا الديمقراطية وانسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية وتوحيد البلاد بعد تحقيق تحول سياسي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ما يعني تنحي الأسد ووقف إطلاق النار بشكل تام على مستوى سوريا وهو الخيار الأقل تكلف لجميع الأطراف أما السيناريو الثاني فيقضي بأن تقبل القوى الموجودة على الساحة بمناطق النفوذ الحالية وتبقى سوريا منقسمة على هذا الأساس إلى ثلاث مناطق للنفوذ والسيطرة الأولى تحت حماية طهران وموسكو الثانية منطقة سيطرة المعارضة السورية بدعم من أنقرة والثالثة منطقة شرق الفرات التي تقع تحت سيطرة واشنطن وقصد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر